تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طرب حلوة او طرب مقاديره على الشاشة او استاذ الرحاب بعد اذن الكل سواهم طيبة مقادير الطرب على الشاشة بساطة سهولة وبلاش تحجزيه عند الجزار اعمليه انت في البيت في ايام العيد ايه الصورة الحلوة دي الطرب يتاكل ناي بالمنديل منديل الحب اهو طرب منديل ضاني ينفعش غير منديل ضاني ومعنى حتة لحمة مفرومة ومعنى التدبيلة حلو الكلام اهو معايا بالشكل ده كده طبعا المنديل معلش على قد اللي انا عملته كنت ياريت كان فيه يعني كمان شوية كنت عملت معكم وحضراتكم شوية على الهوى بس خلونا تابل حتة اللحمة بتاعة الطرب دي مهمة جدا تدبيلة اللحمة بتاعة الطرب ولكن منديل الطرب احنا ده بحيد فعندنا المنديل بتاعة الدبيحة معندي كيش بتوسي الجزار عليها شفنا المقادير يا شباب ناخد اللحمة المفرومة اهو اللحمة المقادير خلاص تمام ناخد اللحمة المفروم بتاعة الطرب حتة اللحمة حلوة بالشكل ده كده تكون فيها نسبة دهون حلوة والله فرمتي معا حتة لية بانت جودتي شفت حتة اللحمة مسكز انا عايز اقولك على حاجة بما ان احنا يعني معنا مفروم والمفروم ده في العيد بنحب نشون حتة اللحمة لما تجيبها من عند الجزار هقولك على علامة كده في ايدك اصدت المصورين حبايبي فورسانة تنبزون لمصر كل سنة وانتم طيبين الاخراج الجميل لما تحط عليها صوابع ايدك كده شفتوا التعليمة دي يا شباب معناته تحطة اللحمة دي جاهزة للشوي جاهزة للطرب جاهزة اشغالها زي ما انا عايز يعني دي ممكن تعليمة صوابع ايدي فيها اشغالها زي ما انا عايز ممكن اعمل بها مكرونة بالونيز اعمل مكرونة بالبشاميل اعملها كفتة بالصانية اعملها رؤاء احطها ببين عجلة جلاش زي ما انت عايزة الحت اللحمة دي خلي بالك ولكن لو انت بقى عايزة تجيب حتة لحمة تشغيل تاني ممكن تكون الدون اقل يعني حتة اللحمة بتاعت الكفتة دي تشتغل اي حاجة في الدنيا اهو اه شايفة ازاي اه 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 حشوت كوبيبة اه طالما ايدي بيتعلم مكانها واخدى نسبة الدهون ومفرومة فارما حلوة لطيفة جميلة الفارما نوعين عند الجزار ايه هو يا عام الشيف رقم واحد دي ميت بصل على فكرة هحطها اه رقم واحد الفارما الخشنة دي لها استخدامات حشو الفارما الخشنة لها استخدامات حشو الفارما النعمة لها استخدامات حشو فعلشان كده بتلاقي وش المكنة بتاعة الفارم نوعين نوع خشن ونوع ناعم يفضل طبعا استخدامنا للنوع الناعم اعطى نحط البهارات بتاعتنا بتاعة الطرب شوية بهارات ونصيحة مني للأمانة يعني لحطة اللحمة طازة ولسه مدبوحة ارفع ايدك من التوابل الكتيرة ما تحطش توابل كتير على مسؤولية تانى ليه يا شيف؟ لان التوابل الكتيرة برضو يعني ايه بتبواز لحط اللحمة وبتسرق الطعم من ايدينا طالما اللحمة طازة عندك وزي الفول شوية ملح شوية فلفل اسود واكتفي بالملح والفلفل اسود بس بالأمانة يعني اه اه حلو السؤال ده من على السوشيال ميدي ينفع السؤال جانا من على السوشيال ميدي دلوقتي ينفع احط مع اللحمة الضاني اعملها كفتة رز تبقى لطيفة هي متوقية لكفتة الرز باللحمة الجملي لا يعل عليه ولكن لو عملناها باللحمة ضاني بالحطة اللي معايا دي تبقى لطيفة وجميلة ايه اللي انتا بتحطه ده في الضاني يا شيف اه فيه ده اه اه دي بقى ايه معلقة زبدة او سمنة بالشكل ده كده واقلبها في وسط اللحمة ليه يا شيف مغاز الزبدة دي بقى دي لما تسيح عالشوية يا سلام لما نعملها فتة دلوقتي بتبدي طعم بتعملي حواوشي لو عملنا حواوشي من حتة اللحمة دي يا شيف بنفرم عليها فلفل حار البصل اللي انا حطيته ده كده معلقة معجون طماطب معلقة سكر ليه سكر يا شيف عشان الحمودة بتاعت الطماطب ونعمله حواوشي اه هي نفسها يبقى خلونا كده نعد على صوابع يدينا العشرة حتة اللحمة دي نعملها ايه نعملها حواوشي صانية مكرونة بشامل سوس بلونيز لاي نوع من مكرونة احنا عايزين نعمله نعمله طلياني مكسيكي ايا كان نعملها حشوات لرؤاء حشوات لجلاش زي ما انت عايزة حشوة كبيبة زي ما انت عايزة تحشيها بطاطس ماشوية او بطاطس مربعات وتحشيها اللحمة المفرومة دي زي ما انت عايزة داود باشا زي ما انت عايزة اه كفتة بصانية زي ما انت عايزة حتة اللحمة في ايدي بسم الله ما شاء الله تتاكل نايا عندنا بقى المنديل بتاعة الطرب بالشكل ده كده اه بسم الله الرحمن الرحيم المنديل طبعا ده عند الجزار يعني في ايام العيد بالحجز شايفين اه حتة اللحمة جوا اه بالشكل ده كده اه حاضر اه شايفين الجو ده كده اه دي الحتة اللحمة طبعا تحطت في الطرب خدت وقت شوي هناخد الحتة اللحمة دي كده اهو اهو عشان نبقى عارفين واللفها كده كايدك بتلف ورقة كرومب بتاع معش اهو 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 واشيف ده نروع عند الجزار واحجز الطرب نعمل واحدة كمان عشان حبايبنا عايزك تعمل الطرب النهاردة ما هو في لحمة يا اخوان لحمة ما انا شغال في اللحمة اهو شايفين بالطرب الحتة اللحمة ملبسها اه حاضر اينا ايه حاضر شايفين الحتة اللحمة اهوت بالشكل ده كده خلونا عايز اعوركم حاجة حلوة اهوة على فكرة مهم جدا وانت بتعمل الطرب المنديل ياشيف مغازي طب انا يوم الايد هاكل مشاورمة ولا هاكل طرب ولا هاكل كفتة ولا هاكل فتة الحاجات دي كلها اعمل ايه الطرب ده تجي بيه نصيحة مني بقى تقطعيه بشكل مستطيل يعني حجمي مثلا نقول خمسة سنتي في عشرة سنتي خمسة في عشرة بالشكل ده كده وتشيليه في قلب الفريزر تجميد في قلب الفريزر تجميد ليه عم تشيف عشان لما طلعوا يبقى جاهز للتشغيل اهوة يعني مش ليازم تاكل الطرب يوم الايد ممكن تكليه بعد الايد تخزنيه مفيش ايه مشكل اهوة زي ولا حد واحد يكلها كده زي الفل تتشوع على الفحمية وزي الورق العنب وزي الحاجات المشوي اهوة بالشكل ده كده اهوة تطرب معانا تسع النار شديدة الحرارة زي الفل بينسخن شوية زيت صغيرين كده هتعمل ايه الطرب ده يا شيف هعمله فتة تعمله فتة ازاي راجلة طيب الفتة دي عايزة شربة وعايزة بهريز عشان هنعمل لها عيش والجو ده كله الله لما تيجي تشوي الطرب حط حبات الطرب او لفة الطرب على الناحية اللي هي ملفوفة القفلة بتاعتها دي مهمة جدا على فكرة اهوة بالشكل ابص عليها كده بالراحة ما فيه اكلف نفسي كده وابص عليها ليه عم تشيف علشان تاخد البصمة وتقفل معايا اهوة طرب مشوي بدأت اشم الريحة الحلوة اللهو مصلى على النبي اهوة 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 اللهو مصلى على النبي صلي على الحبيب قلبك يطيب اهوة وأسيب الطرب ده كده بالطريقة ديت متشون حالي انا مش هغطيه انا هخليه زي ما هو كده نخش على طبق الفتة عشان معاناش وقت اخبار الطرب هو ده اهوة هعمل حاجة حلوة اوي هاجب الطبق واخد الطرب الحلوة ده كده في الطبق ده كده تركزوا هنا برضو عشان فيه خبرة طهوية انا اهوة شايفين البهريز اللي قدامي ده كده ده انا عايزه هقول لحضراتكم ان نستفيد بي ايه ده اللي ربنا كرمنا به من الشوات الطرب المنديل الضاني اللهم اصلى على النبي اهو 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 ريحة الضاني قلب ريحة الشقة قلب الشقة اهو ياولي ياولي اعملي بقى تركاية حلوة اوة اعجبتك اخليها على النار تركزوا معي عشان الموضوع ده مهم جدا ومعانا التوم اللهم اصلى على النبي بنعط الفص التوم الحلو ده كده ياولي عليك ياشي ياولي لما تبدع شايفين دي الطشة بتاعت الليه فت في قلب الزبط وقلب الخير اللي نزل منها اهو 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 لازم احس انها باكون فتة النهاردة بتعمي تاني خالص اهو اهو سنة تخلص غيارة عم بشيف بسرك بس كلوس التقليبة دي مهمة جدا واسيبها على النار تغلي تصيحة مني تعملي فتة وحطيت الخل سيبيها على النار شوية حتى تتطير الغازات عشان ما يعملش مشاكل غازات عندنا ومشاكل معكلون سيبي النار وسيبي التاصة اللي فيها خلي ده كده شوية على النار طيب نعمل التركية الحلوة دي كده بقى وتصلى على الحبيب قلبك يطيب نعمل ايه عم الشيف نرس الترب ده كده شوية منه كده اللهم صلى على النبي شوية كده وناخد من الزبادي ده كده بعد ما قلبناها التقليبة الحلوة ننزل بيه على وش العيش بتاعنا دي فتة من غير عيش خلي بالك اه يا ولا يلا السورة الحلوة أيام عيد الأطحى تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى اه حلو الله عليك وعلى والديك اه 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 ما ينفعش خالص والله يا سوزر يا حبي يعني اجدب السؤال حاضر يا فعل بجاوب جوايا الأول الطرب ينفع نعمله أكل صحي ما هو طرب مش طرب إلا لما نعمله من منديل ضاني اه اه شايفين الجوا ده كده دي فتة الضاني وفتة الطرب على طريقة الشيف المغازي زي ما حضرتكم شايفين كده ونقدمها بألفة هنا وشيفة هنا